في ظل تصعيد التوترات الجيوسياسية والمخاطر الأمنية التي يتعرض لها البحر الأحمر ومدى تأثيراته على الشحن البحري العامل الرئيسي الذي أثر على الأسعار المتعلقة بالشحن البحري وكما نعلم بأن الشحن البحري بيمثل تقريبا 90% من عملية التجارة العالمية نلاحظ بأن الأسعار تفاقمت خلال الفترة الماضية وقفزت بأكثر من 173 في المئة نتحدث هنا مقارنة بالأسعار التي تم تسجيلها قبل منتصف ديسمبر هذه الارتفاعات التي تأتي في ظل المخاوف الأمنية التي واجهت أيضا شركات الشحن كنا نتحدث عن شركات الشحن الرئيسية كميرسك وأيضا غيرها من الشركات الرئيسية التي أوقفت عمليات الشحن خلال هذه الفترة أيضا هذا الأمر قد أثر أيضا على تكاليف إن كانت التكاليف قد ارتفعت على هذه الشركات وتوجهاتها لرفع أيضا التأمين على هذه الشركات أثر في الفترة الماضية وما شهدناه أيضا من اتساع المدة التي تتخذها شركات الشحن في تغيير مساراتها من آسيا إلى أوروبا إلى مسارات أخرى عبر رأس الرجاء الصالح وبالتالي المسافة بدأت تزيد عن 40% السعر الفوري للشحن بالتالي لاحظنا بأنها سجلت قرابة الأربعة آلاف دولار كانت تسجل قرابة الألف وتسعمائة دولار نتحدث هنا عن الحاوية الواحدة التي تصل سعتها لقرابة أربعين قدم أما حركة المرور الرئيسية في البحر الأحمر لقناة السويس التي تمثل قرابة 12% من حركة التجارة العالمية لاحظنا كان هناك تراجعات خلال هذه الفترة ب28% في آخر عشرة أيام من هذا التقرير ولكن الأبرز لدينا هناك عدة عوامل أيضا قد تؤثر إن كنا نتحدث عن حركة الشحن من آسيا إلى أوروبا أو حتى من آسيا إلى الولايات المتحدة تكلفة التأمين كان لها تأثير واضح كما ذكرنا كانت تسجل قرابة عشرين النقطة المئوية بالنسبة لتكلفة التأمين في الأيام الاعتيادية لكن في ظل هذه الأزمة نجد بأنها قد تخطط وصلت لسبعة عشر النقطة المئوية للسفن التي تخطط لأن تدخل هذه المنطقة منطقة البحر الأحمر وما تشبه من مخاوف أمنية هذا الأمر لم يقتصر فقط على ميرسك التي سمعنا عنها هذه الشركة العالمية لكن أيضا بعض الشركات الأخرى التي واصلت عمليات منع السفنها للدخول لهذه المنطقة ونتحدث أيضا عن شركة كوسكو الصينية التابعة للحكومة الصينية وبالتالي أيضا أوقفت عمليات الملاحة في البحر الأحمر وبالتالي تزداد عدد الشركات التي توقف عمليات الشحن العوامل الرئيسية نتحدث عن التوترات الجيوسياسية وكما ذكرناها في التصعيد التوتر في البحر الأحمر والصراع في غزة هذا بالإضافة للمخاوف المتعلقة بالصراعات إن كانت ما بين الصين وتايوان بالإضافة لدينا العامل المتعلق بالمتغيرات المناخية في الفترة الماضية لاحظنا عمليات انخفاض من سوب المياه في قناة بنما هذا ما أثر على عمليات الشحن في تلك القناة وترجعها بقرابة 55% وبالتالي أثر على الأسعار إذن عوامل والتحديات يبدو بأنها تزداد خلال هذه الفترة وبالتالي تبقى أسعار الشحن في مهب رياح أزمة البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر